إلا المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين الصالحين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم آمين آمين كل عام وحضرتكم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعة أحرص وأدوم كل لحظة وحضرتكم بصحة وسعادة وهنى وسرور ورضى ومنح إلهية وعطايا ربانية خيركم من طال عمره وحسن عمله أسأل الله أن تكون منهم الحمد لله الذي أهل علينا هلال شعبان اللهم إهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى وبارك لنا يا مولانا وبارك لنا يا مولانا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن اجعل اللهم يومنا أفضل من أمسنا واجعل اللهم غدنا أفضل من يومنا يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان العظيم تحية شهر عظيم شهر جميل شهر مبارك شهر الخيرات شهر النفحات قال أمار رمضان إيه أمار شهر رمضان إيه لا لا لسه لا تستعجلوش على رزقكم مش هنستعجل على رزقنا رمضان الخير كله والله ده كرم من ربنا إنه فعلا شهر شعبان شهر نفحات مش هيعد علينا شهر في السنة الهجرية إيه لما تلاقي ربنا عملنا نفحات خصمات منح عطايا هتلي أي شهر من أشهر السنة من أول شهر محرم شوف هتلاقي كل شهر ربنا جعل له كده منح عطايا نفحات عارف ولله المثل الأعلى تعالى الله علوا كبيرا عارف لما كل شوية تبدأ وإنت بتربي ابنك وبتعلمه وبتقدبه وبتهذبه وبتقومه كل شوية تخترع له في منح وبص بقى أنا عندي لك مفاجأة إن شاء الله بس يا ربنا أكرمك أنا عايزك بس الامتحاني اللي جاي ده تعمل فيه شافئية أخبار الصلاة معك بص التزم بقى في الصلاة ده أنا أجيب لك بين الحين والآخر بتعمل كده مع ولادك ولله المثل الأعلى الخلق عيال الله يعني إيه عيال الله يعني ربنا بيعولنا وبيرزقنا وبينفق علينا وبيسترنا وبيقبل منا القليل ويبارك فيه وكمان إيه بيغفر الزلات وقال لنا في صورة النساء إن تجي تنبوا كبائر ما تنهون عنه شوية كبائر كده معدودين يعني إنت تجي تنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لأنه كريم سبحانه وتعالى فنبقول لحضرتك من أول شهر محرم هتلاقي كل شهر في الشهور الهجرية لو نفحة لو منحة لو عطية لو هدية من ربك سبحانه وتعالى ما كانش الخيارات كلها في شهر رمضان وقفلنا على رمضان لا فمن أول محرم تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه أفضل الصيام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فشهر المحرم دول ده شهر عظيم قوي واحد يقول لي ليه شهر عظيم لأنه هو الشهر الوحيد اللي ربنا النبي لما كلمنا عن الشهر ده أضافوا ربنا قال ليه أفضل الصيام بعد رمضان ده كلام النبي بقول أفضل الصيام بعد رمضان ما قالش شهر المحرم قال شهر الله شهر مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه يعني الشهر أضيفه إلى الله شهر الله المحرم إيه ده طيب ما هو صفر شهر الله وربيع شهر الله وربيع شهر الله كلما شهر ربنا فقال لك إن الشهر يضاف كده لربنا النبي يضيف لربنا بقى شهر عظيم قوي قوي ده فالمحرم بداية السنة يعني ترجمة نانسي قنقر